كانت الفتاة حزينة فقال لها الشاب أنت ثاني أجمل فتاة رأيتها في حياتي فسألته بدهشة ومن هي الأولى؟ فأجاب مبتسما أنت حين تبتسمين وفي موقف آخر كان هناك أعرابي يأكل عند أمير وكان الأعرابي معروفا بشراهته نظر الأمير إليه وقال ما لك تأكل الخروف كأن أمه نضحتك؟ فرد الأعرابي بكل ثقة وما لك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك؟ تظهر هذه الحوارات روح الدعاب والذكاء في التعامل مع المواقف حيث يعكس كل من الشاب والأعرابي أسلوبهم الفريد في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم سأل أحد الشباب رجلا حكيما قائلا لقد أغضبت زوجتي وهي غير متقبلة أي تفاهم مني لأعتذر عن مصدر مني فقال له الحكيم ماذا سيحدث للزهر إن أسقيناها؟ فقال ستنمو فقال الحكيم له وماذا سيحدث إن أهملناها؟ فقال ستذبل فقال الحكيم وماذا إذا أعطيتها ماء بعد أن ذبلت؟ فقال الشاب لن تنمو من جديد لأنها قد ذبلت بالفعل فابتسم الرجل الحكيم للشاب قائلا لا تجعل زوجتك تصل إلى هذه المرحلة لأن ما يذبل ويجف يستحيل إحياؤه من جديد إذا جفت المشاعر في القلوب فأي اهتمام من الممكن أن يحييها؟ إذا أكملت الفيديو أكتب في التعليقات ما هي القصص التي تعجبك إذا كانت تعجبك القصص المضحكة أوكتبنام ترجمة نانسي قنقر